السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ أو أولياء تلاميذ سنة الخمسة ابتدائي أجيبكم على جميع الأسئلة التي تم سؤالي حول ما هو امتحان تقييم المكتسابات السؤال الأولى كيف يجرى الامتحان الامتحان يجرى بصفة عادية باخل القسم وفي نفس المدرسة وتكون الحراسة عادية السؤال الثاني هل يدخل الامتحان في احتسامه؟ المعدل يعني رايح يكون معدل الامتحان تقييم View tuh.. رايح نحسبه مع المعدل لا بطبيعة الحال لن يدخل في حساب معدل انتقال معناه معدل انتقال هو المعدل السنوي كما متعودين نحسبوه المعدل الفصل الأول زائد معدل الفصل الثاني زائد معدل الفصل الثالث من هنا نستخرج من معدل السنوي السؤال الثالث هل امتحان تقييم المكتسابات تقييمي أم تقويمي يعتمد على علامات؟ لا امتحانات تقييم مكتسابات هي مرحلة تقييمية نقيم فيها التلميذ فقط وليست تقويمية وليست تقويمية مع أنت مرحش يكون حساب علامات ومرحش تكون نقاط ومرحش تكون احتساب عدد نقاط وإلى ما ذلك بالعكس رح تكون تقييمية نسموها تقديرات كل مقصود بهذه التقديرات هي عبارة على ملاحظات أو الحاجة هذه الملاحظات يقوم الأساتذة بوضعها في ملف التلميذ إذا وصل إلى مرحلة التعليم المتوسط بهذا يتمكن كل أستاذ أنه يعرف المستوى التلميذ يعالج الضعف أيضا ويعالج مشاكل هذا التلميذ وأيضا ساعة يكون المعلم يتكفل بهذا التلميذ كي يعرف نقاط ضعفه ونقاط قوتي وكيف ينتقل من السنة الخامسة إلى المتوسط الغياب من امتحان تقييم المكتسابات يفقد التلميذ السنة الدراسية حتى ولو تحصل على معدل عشرة في المعدل السنوي هذا كل ما يخص الأسئلة الشائعة حول ما هو امتحان تقييم المكتسابات ولماذا وكيف إلى هنا نصل وإليكم إلى ختام هذا الفيديو أستودعكم الله وبالتوفيق لكم إن شاء الله